طبعا هلا فيكم أصدقائي أصدقاء قناة جودتوينز السلام عليكم ورحمة الله طبعا أصدقائي إن شاء الله موضوعنا اليوم عن إنشاء صفحة سياسة الخصوصية وصفحة يا سيد العزيز سياسة الاستخدام وبعض الأكواد أو الصفحات اللازمة لجوجل أدسينز تمام؟ أو للمدونة تبعتك بصفة عامة طبعا أصدقائي خلينا أجي أدخل في البداية هان تمام؟ لو أنا أجيت على المدونة تبعتي بالشكل هاد زي ما أنتوا شايفين أصدقائي تمام؟ بدي أجي على قسم الصفحات لو أنتوا لاحظتوا يا أصدقائي أنا في عند صفحة بلوجر ماستر بيج جنريتور تمام؟ بدي أجي وبدأ أعمل عرض للصفحة هادي زي ما أنتوا شايفين تمام؟ خلينا أجي وأقول له نوع بالشكل هدا طبعا هذه هي الصفحة يا أصدقائي مضيوف فيها قالب سيو بلاص مضيوف فيها النسخة الإنجليزية فيها بعض الأكواد تبعتي سايت ماب هنا بإمكانك تولد ملف الروبوت تيكست المهم أنك تستخدمه جوة المدونة وهنا بالنسبة للصفحات العربية والإنجليزية طبعا أنا حابب يا جماعة أضيف الصفحة هادي تمام للمنتسبين على أساس يستفيدوا منها لكن رجاء يعني اللي بعدل الصفحة يريد تبعث لي نسخة منها وزائد ممنوع تنتشر هذا الصفحة يعني للناس الثانية أنا حابب بس الانتساب هو ليستفيد منها فعشان هذا السبب أصدقائي بدي أجي وبتأطبق بشكل عملي تمام؟ خليني أجي وأدخل على الصفحة بالشكل هذا وبدي أجي يا جماعة وبدي أدخل على بيج تمام؟ بدي أجي على الصفحة هادي جينيراتور خليني أقوله تعديل الـ HTML طبعا هو دخلنا عليه مباشرة بالشكل هذا طبعا لو لاحظتوا يا أصدقائي بدي أجي وبدي أقوله تحديد الكل بالشكل هذا تمام؟ اجيت عملية عملية تحديد الكل وعملية صديق العزيز عملية كوبي تمام؟ خليني أجي وأنسخ الصفحة يا صديق العزيز على أساس أحاول أضيفها في مدونة تانية طبعا أنا هنا طلعت من هنا بدي أجي وأدخل على أي مدونة مجانية زين على أساس أشوف هل الصفحة هتشتغل معي ولا لا؟ طبعا أصدقائي اجيت على المدونة هذه تمام؟ خليني أجي وأدخل على قسم الصفحات ومن قسم الصفحات إجيت أجمعها وأنشأت صفحة جديدة طبعا قبل ما أنشأ الصفحة المفروض والطبيعي ألتزم في السياسات جوجل أدسنز تمام؟ عشان يكت بدي أجي بدي أفاعل هادي وبدي أجي أفاعل هادي وبدي أجي هان أقول له صح وصح يا صديق العزيز التانية زي ما اتفاقنا نون ديكس ونود بي بالشكل هذا والتالتة له تبعة الصفحات بدي أجي أقول له أول ونود بي تمام؟ اجينا وفعلناهم وإجي تفعل توصف البحث تمام؟ خلصنا من النقطة هذه هالوقت أنا اجيت ودخلت على الصفحة تبعتي طبعا قبل ما تضيفها لازم تلغي التعليقات لازم تتأكد أنه هان عندك نون ديكس ونود بي تمام؟ وبدي أجي يا جماعة هان وبدي ألسق الكود تبعي طبعا اجيتوا لصخط الكودة جماعة زي ما انتوا شايفين الكود مشفر أساسا فبدي أجي يا صديقي العزيز وبدأ أطلع لفوق شوية تمام؟ هانا بدي أجي وبدأ أركز لصديقي العزيز إيش اسم الصفحة بالزبط؟ طبعا لو منشئ الصفحات بدك تشوف الكلمة الأساسية تمام؟ خليني أجي يا صديقي العزيز على جوكر هي جوكر تمام؟ X Y Z وبدي أجي أدخل على الصفحة تبعتي وبدي أجي يا صديقي العزيز وأنسخ نفس الاسم هذا طبعا بدي أضيفه في العنوان زين وبدي أجي أقول له عملية اللي هو نشر طبعا بعد ما يحفظ هيا سيد العزيز نشر بالشكل هذا تمام؟ هي كده أنا بكون عملت نشر للبوست تبعي طبعا لو أنا عملت عرض للمدونة زي ما أنتوا شايفينها أصدقائي مباشرة طلعني منها والسبب صديقي العزيز إنه هيك هيك الصفحة مالها مشفرة 100% فأنا بدأ أديك النسخة الأصلية خليني أجي وأطلع من هنا تمام؟ اجيت وطلعت صديقي العزيز من هنا بالشكل هذا ودخلت على تعديل الأتش TML طبعا بدي أقول له تحديد الكل وكل هذا اللي أنت شايفه هاي إزالة إلو تمام؟ وخليني أعمل عملية تحديث هالوجت طبعا لو أنا طلعت من هنا هيك هيك الصفحة فاضية تمام؟ خلص ما فيش فيها ولا أي إشي بدي أجي هالوجت وأضيف الكود الأصلي تمام؟ بس قبل ما أضيفه أول شغلة بدأ أضيفه مش مشفر وبعدك بدي أشفره قدامك وإنت كمان بديك تشفره على نفس النمط والهيكلية عشان ما حدش تاني يجي وياخده يا صديقي العزيز تمام؟ يعني على أسس بس المنتسبين هما ليستفيدوا منه أنا حابب هالإشي هات لأنه أنا أتعبان فيه فلو لاحظت يا أصدقائي كل القصة بدي أجي هان وبدي أعمل عملية تحديد الكل وبدي أجي أقول له كوبي وأجيت جماعة ولصقته هان زي ما أنتوا شايفين تمام؟ طبعا هذا هو الكود كامل هيا سيد العزيز عملية تحديث لو أنا أجيت حدست المدونة من هان زي ما أنتوا شايفين تمام؟ طبعا الكود اشتغل معي 100% وبدون أي نوع من المشاكل لكن الكود بالصيغة هادي مش مش مشفر أساسا يعني لو أجي أي شخص أعمل لهو عرض مصدر الصفحة بإمكانه يطلع الكود زي ما أنت شايف تمام؟ بإمكانه ياخد الكود عادي لكن أنا بدي أجي وبدأ أعمل عملية تشفير للكود هات طب سيسو أنا كيف بدي أشفره بالظبط؟ وهل لو أنا شفرته بدي أشتغل على المدونة تبعتي يا سيسو؟ تعال تركز معي ولو سمحت يا هانم برضو أنت كما ركز شوي طبعا أصدقائي بدي أجي بكل بساطة بدي أدخل على الموقع اللي أنت شايفه تمام؟ اجيت يا جماعة على الموقع هاد الموقع هاد وظيفته أنه يشفر لك أي كود أنت حابب تحمي حالك فيه تمام؟ طبعا هو موقع بسيط ومصمسم نونا هادي الأكواد اللي هان كلها بتزيلها طبعا قبل كل إشي بدي تيجي وتدخلي على صفحة رئيسية تبع المدونة تبعتك تمام؟ هاد المدونة تبعتك أدينا الرابط تبع المدونة بالشكل هذا وبدأ أجي يا جماعة وبدأ أنزل لتحت نونا زين؟ لو أنتوا لاحظتوا يا أصدقائي بدي أجي وبدأ أقوله دومين لوك بدي أجي أضيف الدومين تبعي هان وبدأ أقوله إضافة تمام؟ ولو أنتوا ركستوا معي يا جماعة فوق تمام؟ أنا هنا بقول لي بقدر أشفر لك تشفير بطيء بقدر أشفر لك تشفير متوسط وبقدر أشفر لك تشفير جوي طبعا أنا أفضل أنه أنت تستغل التشفير الوسط تمام؟ هيكك مستحيل أنه حدا يفكه زين؟ وخليني أجي على الصفحة تبعتي طبعا بدي أجي يا جماعة على الصفحة على أساس أنسخ الكود اللي بدأ أنسخه وأعمله عملية تشفير بشكل كامل طبعا يا جماعة أنا ما بدي أشفر الكود كامل كلهيته لأنه مش هينفع أشفره كامل تمام؟ يعني زي هذي هذي أكواد مكتبية أساسا ما بنفعش أشفرها في عندك أكواد هي نفسها اللي بتتعلق في الخطوط وهذه للمكتبة وهذه لأبصر الشو أنا بدي أجي وبدأ أفتش تمام؟ عشان أنا أفهم كويس إيش اللي بدي أشفره بالظبط بدي أشوف نهاية الكود تمام؟ طبعا نهاية الكودة جماعة السيكريبت فبدي أجي أنا أطلع للبداية تبعته وين الوسم تبع السيكريبت تبع البداية؟ طبعا لو لاحظت صديق العزيز أنا طلعت بقدر أضغط كوترول وأف وأبحث عنه وأطلعه بكل سهولة وبإمكاني زي ما أنتا شايف أمشى المشي هذي وبرضو أطلع الكود اللي أنا بدي أعمله عملية تشفير طبعا الكود مش هنا لكن الكودة صديق العزيز من وين ببدا؟ تمام؟ فبدي أجي أشوف كلمة سيكريبت ووسم البداية مش الإغلاق تمام؟ لو أنت ركزتوا معي يا جماعة تمام؟ بدي أجي وبدأ أحاول أطلعه بكل سهولة زين؟ وين هو ياسيسه وين هو ياسيسه؟ طبعا هذا هو الكودة جماعة هاي بدايته زي ما أنتا شايفينها أصدقائي هاي كلمة سيكريبت تمام؟ هذي البداية وتحت النهاية زي ما أنتا شايفين هان تمام؟ خلينا أجي وأفتحه بالشكل هذا وأنزل نونة وأبدأ أكمل من وين من هان تمام؟ طبعا أنا بدي أريح دماغي فبدي أجي بدي أقول له عملية تحديد الكل بالشكل هذا وبدي أجي أفتح ماوسي وأقول له يا جماعة كوبي بالشكل هات وإجيت صديقي العزيز وعملت عملية اللسق بالشكل هات طبعا بدي أجي بدي أمسح السيكريبت اللي أنتا شايفه تمام؟ وخلينا أطلع فوق السيكريبت اللي أنتا شايفه تمام؟ بالشكل هذا هين طلعت لفوق للنهاية برضو هدا أنا ما بديش ياسي شلته زين هالوقت أنا أصبح جوا عندي الكود الداخلي طبعا ملحوظة يفضل أنت إيش اللي تسويه بالزبط أنت عشان ما تتغلبش تمام؟ عشان هذا أهه بدي أجي بدي أقول له يا صديقي العزيز تعا هاي يا بن عمي السيكريبت تبع البداية هاي كوبي تمام؟ اجيت عملت له عملية كوبي خلاص بكل بساطة إيش ما له هذا؟ هاي إزالة بدي أجي هالوقت بدي ألسق السيكريبت هنا تمام؟ ونفس هذه الكلمه هي هي بدي أجي بدأ أعملها كوبي و بدي أجي أضيفها تحت و أضغط ضغطاية أنتار تمام؟ و بدي أجي يا جماعة ألسقها هان تمام؟ و بدي أجي أخذ وسم الإغلاق اللي أنت شايفه أقول له كوبي و BJ أجي أضيفه هنا و أحط علامة الاستاشة اللي هان لهو الإغلاق هاينا ضفتها يا جماعة بالشكل هادا بكل بساطة هالوقت أنا بدي أعمل عملية تشفير اللي كودل في النص بدي يكون فبدي اجي يا جماعة هان تمام زي ما انتو شايفين اصدقائي وبدأ اعمل عملية الاضافة طيب تمام عم سيسو فبدي اجي يا صديقي العزيز كل القصة بدي اضغط على هذه الكلمة اللي انت شايفها تمام طبعا بعد ما اكون ضفت الدومين تحت وعملت التشفير المتوسط خلينا اتأكد هاي متوسط وهي يا صديقي العزيز عندي الدومين لانه هيفتح بس عليه تمام لو انتو لاحظتوا يا اصدقائي هو شفر لي الكود بدي اجي اعمل عملية نسخ تمام لي الكود وبدي اجي الصقه بالشكل هذا هان زين خليني اعمل عملية تحديث لو انتو لاحظتوا حدث معي طيب ممتاز الله يعطينا الف الف عافية بدي اجي اطلع من هنا جماعة واجي اعمل عملية دخول للصفحة تبعتي لو انت ركزتوا يا اصدقائي الصفحة لسه ما زالت شغالة طب اسبتنا يا سيسو لو اجيت اخدت رابط الموقع زي ما انتو شايفين اصدقائي تمام بقدر اعمل له عملية قص بالشكل هاد واضيفه هان اقول له ولد لي الكود تبع ملف الروبوت تيكست لو انا بدي اجي واتأكد انه شغال هي صديق العزيز زي ما انتو شايف تمام هو هذا ملف الروبوت تيكست هيولده بطريقة الصح زي ما احنا ضيفينه لو انت ركزت هنا في عندك نسخ كود القالب تبعا تنظيف شغال 100% عندك قالب سيو بلوس انت بامكانك اتعدله عندك ملفات السيت ما بصفحة اتصل بنا صفحة الارشيف في عندك يا صديقي العزيز الصفحات اللغة الانجليزية والعربية اسم المدونة بتضيفه رابط المدونة ورابط صفحة اتصل بنا زين ازين الموضوع سهل ومسمسم نونة يا اصدقائي واتمنى انه بالفعل تكونوا مبسطين واستفدتوا منه الله يعطيكوا الف الف عافية وكل التحيات والسلام عليكم